مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غدين تكلموا فيه على آخر المستجدات بخصوص قضية الصحراء المغربية في النقطة الأولى غدين شوفوا كيف فاجأة جلالة الملك محمد السادس الجزائر في هذا الأسبوع في النقطة الثانية غدين تكون بعنوان هذا مصير القاعدة العسكرية الأمريكية في إسبانيا في الأيام المقبلة في النقطة الثالثة غدين شوفوا كيفاش لولا اليقضى دي الرجال الأمن المغربي عبر الحدود المغربية كميات هائلة من المخدرات الإسبانيا تستهدف الشباب المغربي الإخوة الكرام إذا كنت أول مرة تشاهدوا القناة دينا ما تنسوش أنكم تشاركوا معنا اضغطوا على زر لايك وتشاركوا هذه الحلقة الأوسع نطق ونبدأوا الحلقة دينا من خلال الخبر الأول واللي يقول في ذكرى الاستقلال الملك محمد السادس يتمنى التقدم والازدهار للشعب الجزائري محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده رغم كل عداء التي تكنه الجزائر للمغرب نشوفوا كيفاش كتصرف الدبلوماسية المغربية بحكمة ورزانة بعيدا عن سياسة الاندفاع والعدوانية هنا التاريخ المغربي يتكلم وهذا والفرق الإخوة الكرام ما بين الدولة الأمة اللي كتمنى الخير للجيران ديالها والدولة التي يحكمها الشرفاء واللي عندها تاريخ اللي يتضح ذلك من خلال تصريحات الرسمية الموجهة الأعداء الوحدة الترابية ديالهم هكذا يتكلم الإخوة الكرام المغربة ويتمنون الخير حتى الأعداء ديالهم بينما دولة الكابرانات كلما تكلمت كلما شفنا شنقرحة تتكلم أولى الرئيس تبون تتكلم كنشوفوه كيفاش كيش بدل المغرب وكيف يتطاول ويتكلم في كل مرة وحين تعتطو الفرصة يتكلم بسوء عن المغرب هنا صراحة ناد الفرق في التعامل كيخلينا نشوفو ما هو الوضع اللي كتعيش كل دولة شنه هو الوضع ديال المغرب وشنه هو الوضع ديال الجزائر شيء اللي مباشرة غدي يذكرني بالآية الكريمة من صورة الأنثال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يتيكم خيرا لما علم الله عز وجل أنه ما في قلوب المغاربة وملوكهم عبر التاريخ إلا الخير نحن نشوفو الوضع اللي كيعيش المغرب من انتصارات وإنجازات سياسية واقتصادية المغرب اليوم يشكل قوى إقليمية ولديه تحالفات لهي قوية ومجموعة من الاستثمارات الضخمة هي اللي غادي تتكلم اليوم على المغرب بينما الكابرانات لهم حكام الجزائر الذين لا يفكرون ولا يخططون إلا فيما فيه شر لهم ولبلادهم ولجيرانهم ها هو الوضع اليوم الخطير اللي كيعيشوه للصحافة الروسية كتتكلم عن الأوضاع الخطيرة التي تنتظر الجزائر في الأيام المقبلة تشناهيك على الأزمة اللي كنشوفوه حاليا دي العطش مجموعة من الأمور البسيطة اللي كيعاني منها الشعب الجزائري مجموعة من الصحف الروسية كتأكد بأن الجزائر مقبلة على أيام جد سوداء وجد صعبة وهو اليوم ما قالت حطف جريدة روسيا واللي كان بعنوان الجزائر مقبلة على أيام صعبة للغاية وهنا المقالة الإخوة الكرام بلما نقرأ لكم فهو يتكلم حول كيفاش غديتتعامل الجزائر مع هذه الأزمة ومع هذه الموجة الجديدة اللي كينا دي المرض دي الديلتا كيفاش غديتتعامل الجزائر نحن كنعرف ما كيلا تلقيح ما كيلا لكمامات ما كيلا إجراءات وقائية ما كيلا تشيح حاجة من هاتش هاتش ناهيك على أننا نعلم جيدا بأن مجموعة من الدول اللي واخد الإجراءات الاحترازية واخد الإجراءات الويقائية قيمة بعمل جيل تلقيح ربما وصلت إلى نسبة مئة بالمئة يعني لقاحات الشعب جيلة بالكامل ومع ذلك فهي تعاني من مجموعة من الأخطار أمام هذه الأزمة فماذا ستقول دولة الجزائر اللي كتحكم الكابرانات لما كيلا تلقيح لك وحتل ما ما كيينش فكيفاش غدي يكون الوضع للشعب الجزائري في الأيام المقبلة اللي بدات كتصدر تقارير وكتتكلم حول الأوضاع الخطيرة اللي غادي تعيش الجزائر في الأيام المقبلة كذلك الإخوة الكرام نتكلمنا في الأول وقلنا بأن المغرب غادي في واحد طريق يربح مجموعة من الشراكات وكيزيد يربح مجموعة من الأوراق الاقتصادية والسياسية غادي نشوف الرسالة اللي جات من الصين عن طريق السفير ديالها بالمغرب اللي كانت فيها إشارات اللي هي قوية ومهمة في نفس الوقت انقرأوا الخبر ماذا يقول سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب العلاقات السياسية بين الصين والمغرب ممتازة والبلدان يتقاصمان مقاربة مشتركة حيث يناضلان من أجل التعددية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كما أنهما ملتزمان بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية والحق في التنمية أهنا الإشارات الإخوة الكرام اللي اسمعت الخبر را ممكن يفهم شنو غادي يجي في الطريق فيما بعد را ربما هاد الرسالة اللي جات من الصين عن طريق السفير ديالها تتبعها أشياء أخرى هنا مني كانت تكلمون لكم الإخوة الكرام كانت قولوا بأن المغرب غادي يربح مجموعة دي الأوراق بينما الجزائر كتزيد توسع العزلة ديالها وذلك من خلال انسحاب مجموعة من الشركة الكبرى من دولة الجزائر والخبر يقول الشركة العملاقة تهرب من الجزائر أعلنت شركة الاتصالات الهولندية متعددة الجنسيات فيون أنها ستنسحب من الجزائر نهائيا وستبيع جميع أسهمها في شركة الاتصالات الجزائرية جيزي إلى الدولة الجزائرية والتي تقدر بجوج مليار دولار خسائر مالية كبيرة للدولة الجزائرية بعد أن أصبحت كبريات الشركات العالمية تغادر هذا البلد نظرا للخسائر التي يمكن أن تتعرض لها لانعدام مناخ أعمال وغياب الثقة والشفافية في مؤسسات الدولة وعدم الاستقرار السياسي فهذا الإخوة الكرام هو الوضع الذي يعيشه أعداء الوحدة الترابية في هذه اللحظات خصوصا إسبانيا ذلك الشي الذي كانت خايفة منه غدا التحفيه خصوصا الخبر الذي يخص القاعدة العسكرية الأمريكية المتواجدة في إسبانيا والذي كانت إسبانيا تضرب له واحد الحساب كبير على أساس أنها تبقى متواجدة على الأراضي الإسبانية والخبر يقول قريبا المغرب شريك لحلف النيتو عبر القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة بمدينة الدخلة بالصحراء المغربية تساعد الولايات الأمريكية المتحدة لنقل قاعدة عسكرية أمريكية من إسبانيا إلى الدخلة في عمق الصحراء المغربية هي ضربة قوية يتلقها نظام كبرانات فرنسا وحكومة مملكة قشتالا الإسبانيا فالقاعدة العسكرية بإسبانيا التي تساعد الولايات الأمريكية المتحدة لنقلها إلى المغرب تضم خمسالاف من الجنود الأمريكيين بها أربع مدمرات وتحمل صواريخ موجهة وأنظمة رادارات هاتشي اللي وصلت والإخوال الكرام إسبانيا اليوم هو نتيجة تأمر ديالها حول الوحدة الترابية ديال المغرب ما كتشي في انتحى المشكل إلا وكيخرجوا لها عشرة وكتلقى ستلقات مجموعة من الصفعات المتتالية وما غادي بقالها حل في آخر المطاف إلا أنها تمشي في الطريق والحلول المقترحة من طرف المغرب كذلك الإخوال الكرام منسوش دقوا محاولات السفزاز اللي كانت بغا تقوم بهم إسبانيا وذلك اللعب اللي كانت بغا تلعبه مع المغرب وخرجت بتصريحات وكيقولوا فيها على أن عندهم نوايا أنهم يضموا سبتة ومليليا إلى منطقة شينغن الأوروبية ويعتقدون بأنه غير جيب في مقول ورهما كينش الخلاص والآن الإخوال الكرام إسبانيا ستؤذي الثمن غاليا خصوصا حول القرار اللي سمعنا بأنه طور الدراسة اللي غد يخذ المغرب والخبر يقول المغرب يدرس مقترحا لإغلاق مع باري سبتة ومليليا الحدوديا بشكل نهائي بعد ارتفاع حدة أتوتر بين المغرب وإسبانيا تدرس الرباط بشكل جدي إغلاق مع باري سبتة ومليليا بشكل نهائي ووفق وسائل إعلام محلية طرحت الدوائر الحكومية العليا مقترح الإغلاق النهائي لمع باري سبتة ومليليا وشط بهما من لائحة المنافذ الحكومية للمملكة المغربية وبالتالي هذا الإخوة الكرام فهو قرار خطير واللي إذا ما اتخذ فهو غد يكون رصاصة الشلل الاقتصادي الكامل على هد المدينتين خصوصا أننا بدينك نسمع تضييق الخناق الاقتصادي لكي مارسو المغرب على هد المدينتين المغربيتين المحتلتين والخبر يقول صادرات إسبانيا إلى المغرب تمر عبر ميناء طنجا المتوسط وميناء الناظر ممنوع منعا كليا المرور عبر ميناء مليليا المحتلة التي كانت تتوفر على باب تجاري أغلقه المغرب ونا صراحة كنشوف بأنها ذي ردت فعل بسيطة من المغرب حينما بغت إسبانيا أنها تلعب معه وقالت بأنها بغت ضم سبتة ومليليا إلى منطقة شينغن فالآل مغرب يستعمل هذه الورقة وكان قول مازال هناك مجموعة من الأوراق التي ستفاجئ إسبانيا في الأيام المقبلة حول هذه القضية نديل سبتة ومليليا اللي كتذكر معي الإخوة الكرام حينما سقطت إسبانيا في ذلك الأزمة وتفضحات أمام العالم في الأزمة ديال بن بطوش غدي تجر البرلمان الأوروبي باش أنها تقوم بتعويم الأزمة ديالا وغدي نسمعوا بأن ذاك البرلمان الأوروبي في آخر مطاف الرسالة اللي غدي يخرج بها من التحت للتحت وهو أن سبتة ومليليا هما مدينتين إسبانيتين تابعان للأراضي الأوروبية وبغوا أنهم يقوموا باستفساس المغرب وستعملوا ذاك الورقة ديال الهجرة وشفنا كيفاش أن إسبانيا هاد الورقة ديال الهجرة تقلبت عليها وجهت الصفعة من الأمم المتحدة والآن ألمانيا نفس الشيء والتي تكون جموعة من المخططات العدائية ضد المغرب واللي بغات هي أيضا تلعبت الورقة ديال الهجرة الآن الإخوة الكرام في هذه الأوقات ينقلب السحر على السحر وكتجي صفعة حول هذه الأزمة ديال الهجرة اللي كانوا بغوا يضربوا بها المغرب الآن ألمانيا كتتضرب بها والخبر يقول لغادي يجي هذا الخبر من الرئيس السابق ديال المخابرات الألمانية والخبر يقول في تصريح صحفي للرئيس السابق للمخابرات الألمانية سياسة الهجرة التي تتبعها المستشرة أنجيلا ميركل واصفا إياها بالقاتلة للبلاد خلال تصريح خص به الصحيفة البريطانية ديالي ميل وجه رئيس جهازا للسخبارات الداخلية الألمانية السابق عدة انتقادات لسياسة الهجرة التي تتبعها المستشرة أنجيلا ميركل واصفا إياها بالقاتلة للبلاد وفي ذات الحوار أوضح أن تدعيات هذه السياسة الممنهجة كان لها تدعية جد جسيمة في عدة مجالات مشيرا إلى حادثة الطعن الأخير الذي قام بها المهاجر الصومالي في مدينة فروستبورغ الألمانية حيث اعتدى على ثمانية أشخاص أرذى ثلاثة منهم قتلى فيما أصيب الأخرون بجروح متفوتة وعلاقة بالموضوع شارى رئيس المخابرات السابق أن المستشرة الألمانية سمحت بدخول حوالي واحد فصل جوج مليون مهاجر في 2015 معظمهم لم يكن لهم الحق في اللجوء هذا في الوقت الذي تعرف فيه ألمانيا حالة من التظهور الاقتصادي والسياسي هيا الآن الأخوة الكرام شهادة من أهل البيت هذا رامشي أي واحد كتتكلم ذا رئيس الاستخبارات الداخلية السابق اللي كتتهم المستشرة الألمانية بسوء تدبير ميلة الهجرة اللي كانت حاولت ألمانيا أنها تربيها المغرب ولكن بلاد الشرفاء دائما ما كتتقلب الحقد الشردية الآخرين عليهم وينقلب السحر على السحر وصراحة أن الأخوة الكرام الشيء الذي أثار انتباهي وغضبي في ذل هذه الأزمة الإسبانية المغربية وهو التصرفات اللي كتقوم بها بعض الأطراف الإسبانية والتي هي تصرفات اللي هي عنصرية أول شيء ضد مجموعة من المسلمين المغاربة هتزيد على ذلك كيفاش أن إسبانيا كتستهدف وعندها واحد نية قوية أنها تستهدف الشباب المغربي وهنا نتأسف الإخوة الكرام لهذه المستوى اللي وصلت له إسبانيا اللي بدتك تحاول فيه أنها تستهدف بشكله مباشر باش أنها تقوم بتخريب الشباب المغربي اللي كيخدمه البلاد عن طريق إرسال مجموعة من المخترات بوحد شكله سري باش أنها تدخل المغري بقصد الاستهلاك وهناك يبان حجم العداء من هذه الدولة للمغرب مصر فيها إلا الخير في الماضي وكانت مجموعة من تعاونات على مجموعة من المستويات الإخوة الكرام في انتظار المستجدات في هذه الأزمة وفي هذه الأحداث السياسية اللي وقع حاليا في السحة ما تنسوش بارك الله فيكم أنكم تخلوا للتعليق ديالكم شنور رأي ديالكم فاتش اللي قلنا شاركوا الفيديو على أوسع نطاق وراكي مجموعة جيالناس كي تسنطونا ربما لأول مرة ما من خارطينش معنا في القناة حولوا بارك الله فيكم انتخارطوا انطلقوا في حلقة مقبلة إن شاء الله